السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتالنار ده بازن الله نستعرض على حضراتكم برنامج من اقوى البرامج المجانية بالكامل اللي بتحزف الملفات المقررة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية اول ما بنفتح البرنامج بيزهر لينا بالصورة دية زي ما حضرك شايف كده على الجنب ده ظهر كل البرتشناط الموجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي هو عامل عليها علامة صح وفي نفس الوقت الجنب اللي هو الاخر بنحدد لك الملفات اللي هو هيقوم بالبحث عن التكرارات فيها ليه ملفات الصوت والصورة والفيديو والارشيف والابليكيشن كل الملفات ديت هو يدور لك عليها لو جينا بقى عند اهم خطوة في البرنامج ان انا لو رحت على اباوت تلاقي زي ما حضرك شايف كده البرنامج فري بالكامل طبعا دي الميزة اللي موجودة في البرنامج لو جينا بقى على طريقة استخدام البرنامج هنا انت ممكن تعمل بحس بالكامل على جهاز الكمبيوتر بتاعك كل البرتشناط كل الملفات وهنا اتحدد نوعية الملفات اللي انت عايز تشوف ازا كان في ملفات متقررة فيها الموضوع ده طبعا هياخد منك وقت كبير ممكن حضرتك عشان ما تطولش على نفسك الموضوع تعملهم برتشن برتشن فانا هشيل كل علامات الصح اللي موجودة هنا دي وهعمل لحضرتك تجربة بسيطة على برتشن واحد بس اللي هو برتشن الافلام انا دوقتي عندي افلام كتيرة على جهاز الكمبيوتر بتاعي وعايز اشوف الملفات المتقررة في الافلام ممكن حضرتك تكون بتحمل افلام وحطها على جهاز الكمبيوتر وبعد كده بتنسى وبعد كده تحمل الفيلم تاني وتحطه مرة تانية فبتاخد مساحة على جهاز الكمبيوتر بتاعك من الافضل طبعا ان انت لو كان الملف بالكرار تمسحه عشان تستفيد بالمساحة اللي موجودة على بتاعك هنا انا هشيل علامة الصح من اه الارشيف والابليكيشن وهخلي اللي هي الصور والاوديو والفيديو بس وهبدأ اضغط على اللي هو سيرش وهنتظر لما اشوف الملفات اللي هتظهر عندي المتقررة لحظات بسيطة كل اللي مطلوب منك في الوقت داوة ان انت تنتظر لحديث ما البرنامج ينتهي من عملية البحث تابع معايا الفيديو طبعا البرنامج خاليا بيبحث عن اي ملفات متقررة على اللي هو افلام اه ولو ظهر اي ملف متقرر هو هيزهره لي هيبقى عامل علامة صح على اه فايل من الفايلات والفايل التاني مش هيبقى عامل علامة صح وبيطلب منك ان انت تحزف الملف دا ويبدأ يخيرك انت هتحزفه اه مباشرة ولا هتحزفه وتوديه على سلة المحزفات كل دا هنتعلمه مع بعض في البرنامج دا هو تابع معايا الفيديو زي ما حدرك شايف كده البرنامج خلاص شارف على الانتهاء من عملية الفحص بالكامل وهيبدأ يظهر لي دي وقت الملفات المقررة على البرتشن فانا انتظر لما عملية البحث تنتهي بالكامل زي ما حدرك شايف كده اظهر لي الملفات اللي هي المقررة على جهاز الكمبيوتر الخاص دي دي وقت انت هتنزل عند حاجة اسمها سيليكت وتبدأ تختار اللي هو سيليكت اللي هو الملفات المقررة تمام فانا هبدأ اعمل اه سيليكت اتلاحظ حضرتك ان هو عمل لي عملية اه اه علامة صح على الملف الاول وساب لي الملف التاني يعني معنى كده ان الملف ده متقرر عندي مرتين لو انا اكبرت تمام كده هوت الاحظ ان الفيلم ده موجود منه نسختين والفيلم اللي تحته برضو موجود منه نسختين هو عمل علامة على فيلم واحد منهم وطرق التاني لو لاحظت هنا في الشاشة بتاع الجانبية ديت ممكن ابدأ اعمل استعراض للملف يعني قبل ما احذفه ممكن اعمل له عملية استعراض لو انا اه ضغطت كده مسلا على فيلم منهم وابدأ اعمل له عملية استعراض هيبدأ اشغال لي الفيلم زي ما حضرك شايف كده هيبدأ استعراض لي الفيلم اللي موجود بحيس ان انت قبل ما تحذف الملف يبقى انت شفت الفيلم اللي موجود عندك تمام انا هوقف طبعا عشان ما ناخدش حقوق طبع ونشر تمام لو انا نزلت على اللي هو الملف اللي بعديه هيبدأ يحمله ويظهر هول هنا في الشاشة الجانبية عشان ابدأ استعرض الملف نفس الكلام ده بيحصل لو كان ملف صور تبدأ تستعرضها هنا في الشاشة الجانبية ديت بحيس ان انت تشوف الملف قبل ما تقوم بحاس هو تتأكد ان الملف موجود منه ونسخه تاني هبدأ استعرض الملف زي ما حدرك شايف كده هيبدأ الفيلم يشتغل طبعا انا هوقف عشان ناخدش برضو اوه طبع ونشرع على اليوتيوب تمام هنجي للخطوة اللي بعد كده بقى ان انا ابدأ اقول له ايه ان انا هعمل عملية حسف للملف ده تمام فابدأ اختار ان انا احذفه على يعني مش هحذفه مباشرة اللي احذفه على عشان برضو اراجع الحاجات بتاعتي ابدأ اضغط على موافق هيبدأ هو يحذف لي الملفات المقررات زي ما حضرتك شايف كده هو حذف لي بيقول لي ان كان فيه عندك اربع ملفات متقررين انا حذفت لك اربع وخلت لك اربع ابدأ اه نزل البرنامج او اقفله مش محتاجه بقى حضرتك عمل عملية خروج اروح رايح على بتاعتي واتأكد من الملفات اللي موجودة فيها زي ما حضرتك شايف كده هتلاقي في رسائبك البن حذف لي فعلا اربع ملفات من الافلام الافلام دي كانت متقررات عندي انا حذفتهم مرتين هو حذف لي الملفات المقررات ممكن بعد كده حضرتك بقى تعمل عملية افراغ رسلة المحذوفات بمنتهى البساطة عشان تتخلص من الملفات المتقررات عندك على جهاز الكمبيوتر نيجي بقى الاهم خطوة في الفيديو هو هنحمل الملف ده ازاي او البرنامج ازاي كل اللي احنا هنعمله هنفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خانة البحس اللي فوق آآ نضع فيها الرابط اللي انا ان شاء الله تركولك في قلب سندوق الوصف بتاع الفيديو ومجرد ما تحطه تضغط على انتر وتنتظر لحد ديت ما صفحة البرنامج تفتح معاك زي ما حضرتك شايف كده تمام ومجرد ما تفتح معاك الصفحة بتاع البرنامج هتبدأ تضغط على اللي هو ده اللوت تمام وتنتظر لحد ديت ما يبدأ البرنامج في التحميل عندك على جهاز الكمبيوتر. اه لحظات بسيطة نتابع مع بعض. زي ما حضرك شايف هو هنا بيقول لي انت حملته قبل كده فهضغط انا على طول آآ هو الملف انا محمله قبل كده فما حملوش تاني يعني البرنامج محمله قبل كده. طيب انت حضرك بعد ما يتحمل عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعها هنبدأ عملية استطاب بالمنطقة البساطة تضغط على اللي هو فتح. تمام وتنتظر لحديث ما يبدأ البرنامج في عملية الدول اللوت. هنبدأ نضغط على نعم. وننتظر. هيبدأ آآ البرنامج معانا في عملية استطاب مباشرة. لحظات بسيطة. هيزهر معانا البرنامج بالصورة ديت. هبدأ آآ اقول له اجري ونستول. واضغط. وهنتظر لحديث ما يبدأ عملية استطاب للبرنامج وتزهر الايكونات تحته على سطح المكتب آآ الخاص بالكمبيوتر بتاعك. لحظات بسيطة. زي ما حضراتك شايف كده عملية استطاب بدأت. خلق اللي عليك ان انت هتنتظر بس. زي ما حضراتك شايف كده البرنامج آآ انتهى من عملية استطاب. هبدأ اشيل علامة استطاح من هنا. تمام كده هوت. وابدأ اعمله تمام? وزهرة الايكونات تحته على سطح المكتب الخاص بي. ابدأ اضغط عليها مرتين. وانتظر. وقول له نعم. تمام? هيبدأ يفتح معايا البرنامج آآ لحظات بسيطة. طبعا البرنامج هيفتح معايا زي موريته لحضرتك فاول مرة. هبدأ ااكد برضو على حدة ان هو آآ مجاني بالكامل. اروح على ابوت. زي ما حضراتك شايف كده البرنامج نسخة مجانية للاستخدام الشخصي واستخدام العمل. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد. ما تنساش طبعا تدعمنا وتشترك في القناة بتاعتنا وتعمل لايك وتعمل شير لاصحابك. عشان الكل يستفيد من هذا البرنامج الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.